أنا أول ما بديت ذوموني وقالوا لي لا يصلح للتمثيل ونفس الأشخاص هذولاً نادوننا ويبوننا نمثل معاهم على قولة المشاري بشخصيتي ترقاعة أطقكك أعترف لك ما هقيت تعترفيني بشي أنت كل شيء أعترف لك أعترف لك إن فعلاً قاعد أحس بجماية الوايد لما في كل مرة أقدم لك دعوة ببرنامج وين ما أكون وتي لا أنا عاد هالمرة أزعلان ما قالت شيوزف ما أحد قال لي تأخرتي وايد علي نضيت أنا الحين كنت خضر ختامها ميسك أنا قيلة مطليتك للثقيل الله ميسك ختامها جد يعني في كل مرة أحس أن لا أعلم الفنان أو الإعلامي أو ما من الضيوف ما يكرر نفسه مع مذيع ثاني فشكراً أنني في كل مرة قاعد تكون معي في لقاء نعم أنا طبعاً أنا اللي أقول لك شكراً أن جنتي قاعد تدعي نمتي بني عندك وأنا أصلاً ما أستانس إلا لما أكون مع مذيعاً مثل ما أقول لك يا رب ما أقول لك ما أقول لك ما أقول لك ما أقول لك لا أعرف أن أقابلك ما أقول لك لماذا؟ لأن أحس أن لديك أشياء كثيراً لا يكفي أن أتكلم ثلاثة أن أتكلم عنهم طبعاً عندما تمر تجارب خاصة عندما تكون أنا أسميها تجارب القاسية تجارب نحن نمر فيها بصراع أجيال صراع أفكار تيارات فكرية أمور نمر فيها نحن كلنا في البلد صحيح مرات تتجدد قناعات وأفكار تتجدد دوماً وأبداً أحب أن تتجدد فأنت دائماً تجدد قرارات وتنتقلين من مرحلة إلى أخرى أو من مكان إلى آخر بفكرة تحقيق الأحلام أو الشيء السامي الذي تريد أن تفعله ونحن كأعلاميين أو نقول هذا دائماً نحن في صراع مستمر وهذا شيء جيد أنا أستانس منها أمور طريقة ممتع لأنني أعطيني ما في بلدي سجلة فأنا أرى ممتع 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 تغيير ما تغيير من المحيط والمعيط الذي يحاولك إذا لم تغيير ما تصنع شيئاً ما تستطيع أن تستطيع شيئاً في ظل بيئة جاه تدرينا أنه انتقالك من مرحلة إلى أخرى يخلق لك عداء حسناً طبيعي جداً طبيعي وعندما تطرحين أفكار جديدة المجتمع يبدأ يهاجمها صحيح لمجرد طرح فكرة جديدة لأن الإنسان عدو ما يجهل بعدين بالنهاية لمن يعلم اللي هو الإنسان لمن يعلم يبتدي يتقبل هذه الفكرة بل ويتبناها لصالحة بس إش عقبة 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 ما تكون أنت تكسرت لأن أنا عذبت ومصاهر لين قالوا بس 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 أرى على فكرة يعني كل الناس كل الناس اللي مروا به المراحل تكسروا بس الحين إحنا ش نقول نصفق ونقول الله إحنا نقتدي به الشخصية الله إحنا نحب به الشخصية الله الإنسان هذا فعلا لو لا الحين ما لما حصل كذا وكذا 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 فيجوز أنت تكونين واحدة من لا أنا مو يجوز أنا واحدة قلت لك أنا يعترف اليوم يعترفين خلاص لين أنا طلع اعترافات منك الحين يعني من عقب عشرين سنة ما أقول ابتدعت ولكن أنا من مدرسة بسام العثمان عنده الحركة أمام الكاميرا بديت أتحرك أمام الكاميرا يا حلوة بسام أنا قدمت إياه استفت منه الكثير في برنامج 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 اللي قدمت الرجل نحن نقدر نقول هني كل شيء صح أكيد حتى براندات حلو برنامج الرجل مثل ما أنت حين قاعد قولين أنا مدرسة عند الحركة أمام الكاميرا أخذ راحتك تقعد تتكلم بطرية بكل شيء تدري أنك كتب فيني تقرير قبل عشرين سنة وانشلت من البرنامج عشان الحركة أمام الكاميرا وبعد عشرين سنة نفس المؤسسة بدأت تتحرك أمام الكاميرا لا ليس كذلك أنا أول ما بدأت ذموني وقالوا لي لا يصلح للتمثيل ونفس الأشخاص هذولا الآن نادوننا ويجبونا نمثل معاهم على قولة المشاري بشخصيتي ترقا عطقك لي متى لا نعرف أن نتعامل مع شخصنا في النجاح أو أعداء النجاح اللي صنع دائماً شوفها اللي هي القصة هذه قصة جداً جداً خطيرة وإحنا مشكلة في شعوب أو في ناس ما نقول شعوب عشان لا نظلم هناك ناس لا تتقبل التجديد ودائماً الحداثة تخلق جدل كبير يعني أكيد أنا ما رح استمر نحن جيل يبحث عن لغته الخاصة فيه صح وهذا صراع الأجيال أنا ابتديت حلمه الله صراع الأجيال يرفض فكرة التجدد هذا إلا إذا أتى شخص يقتنع بوجود تجدد حقيقي اللي يسمونه تمرد طيب أنت لازم تتمرد أنت كأعلامي لازم تتمرد أنت كفنان لازم تتمرد ولا ما رح تكون فنان لم تتمرد على كل شيء على نفسك على وضعك على أدائك على شغلك وتبحث عن كل ما هو جديد أنا مرات أوقف كنت لا أخرج مسرح وقفت ليش؟ قدمت مسرحيات حس فيها على جوائز وبعدين أطلع بنهج جديد فكر جديد لي الحق أني أنا أغوص فيه عوالم أخرى جديدة أكتشف نفسي أفشل ليش المشكلة فشلت إحنا عندنا الفشل في كل شيء انهيار خلنا نتكلم بشغلات يحبونها الحريم والريائي التريندات هذه التي تصير الطلاق مثلاً حالة الطلاق الإنسان لما أي إنسان أو إنسان لما تطلق انهيار وفي منهم على بالهم حرية هي لا حرية ولا انهيار بالحياة هي تجربة أنت عشتها فشلت فيها يجب أن تبدأ حياة جديدة مش فكرة حرية وانطلاق وكره للشخص الآخر وكره للجنس الآخر تدريش راح ينكتب تحت لما يقصون الفيديو إيه؟ انت جربة على شاب عدين تطلق أه؟ شنو؟ يقولك انت جرب الزواج عشان تجرب الطلاق وتتكلم لا 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 ما لا داعي أني أنا أجرب وأشوف في شغلة إحنا ما شفنا كل شيء تجرب يعني صح؟ أنت تعلم التجارب الأخرين نعم يعني أنت الآن أنا قاعد أقول لك لماذا أتكلم بهذه التجارب من خلال تجربتي من خلال مسلسلات أنا قمت أفهم الإنسان أو الإنسان اللي جدامي لما يناقشوني بمسلسل يدري أنه يعاني وهو مع أي طرف من الأطراف لكن هذا يكون عندك خلفية كبيرة بشراح كثيرة فلو تدخل هذه الحياة تكون عارف المسلكيات الموجودة فيها نعم هذا بشكل بسيط يعني والإنسان يجب أن يتفكر ترى التفكر جميل إحنا ما قمنا نسمع بعضنا إحنا ما قمنا نقعد مع نفسنا إحنا قمنا نكره الفكرة الوحدة أنا مرات يقولوني أنت شون قاعد بواق أقولهم بالعكس أنا لازم أقعد مع خالد هذا ما قمنا نقعد معه صح ما قمنا نقعد معه؟ من الشغلات الجميلة اللي مرة كنت أتناغش فيها وعما واحد من الأصدقاء الله يذكر رب الخير وهو الكاتب محمد أنور في اليابان لديهم أماكن ينبسونك اللبس القديم تدخلين يسيحبون تليفونك وممنوع تنطقين كلمة واحدة ما تتكلمين مع أحد عندش دفتر صغير نوت تكتبين في بعض الأفكار ويجب مراجعة نفسك هناك شخص واحد تتكلمين في المكان كله بالرزورت الذي أنت محكور فيه لمدة سبعة أيام لا تتكلمين أحد ولا أحد يسولك معه عند شخص هذا وانت تكتبين نوت بالشغلات التي تتكتبين تناقشينها في حال أنت ما توصلت حقاً وين يروح النوت؟ عندك نوت أشوة بعد ما يأخذون الرزورت لا يأخذون فيه لا يأخذون الدنيا لا يأخذون الدنيا لا يأخذون بس أقول لك هناك جلسة مع الذات وانا أعتقد جلسة مع الذات مهمة جداً أكيد دعك تراجع نفسك تشوف هل أنت ماشي صح مماشي صح أنا ما قام يقعدون مع نفسك نزين يسون مدتيشن وهم يفكرون بالسفر لا يوجد فائدة البدايات إلى اليوم غيرت فيك أشياء وايد حتى في طبيعتك في تعاملك صفيت ناس من حساباتك أضفت نفس إلى حساباتك فترة كورونا الذي قاله الكثير أنها غيرتنا فترة كورونا بس بصج بصج حتى بالصدقائي وهناهم أصدقائي تس scratch بعد عمر، ثم نفس إلى Background والثنوي، والجامعة، ودراسة باريس، ودراسة الشيك، كل هؤلاء الذين يتواصلون معي. لا أستغرب لأن حياتنا تقريباً شديد، كلنا تقريباً. لذلك مثلاً أسافر من دولة لدولة عشان ألتقي في أصدقائي الحقيقيين لما أريد أن أكون معاهم. هناك أصدقاء أيضاً نكتسبهم ونقول يا ريتنا كنا نعرسهم من الزمان. صحيح. هؤلاء نحتفظ فيهم. حتى لو كانت مدة كثيرة؟ حتى لو كانت مدة كثيرة. يعني أعرفتها من سنتين. هل تقول أنني أعرفتها من زمان؟ مثلاً. مرات كثيرة. تحسين فيه نقاط مهمة فراغات في حياتك وهو يملأها. أنا من الجنسين واحد يتكلم. ليس من الجنس واحد فقط. إنه يكون رجل. هذه أشياء جميلة تمر عليك بالحيات. نعم هذه أنا أسميها. لأن تعيشك بصفاء وتصالح مع الذات. وهذه الأشياء. وفي أشياء جميلة. ما أسميهم جميلة. الله يسلمك. أشياء الشوكة والساتشين ويضعونهم أفن أو القفشة والشيس بلاستيك. تستعملهم وتلطونهم. نعم. هؤلاء الأنبيوتيك. إن شاء الله اللي يموتهم. سريعين. الله يسلمك. فإن شاء الله اللي يسلمك. وماذا يسلمك؟ أحمد ربي مره مرتين وثلاثة واربعة وخمسة. لماذا؟ لأن هذا المطالة المدة وإنكتشفت بعدين أنه ليس مزين أو لا يصلح أن يكون صديق لي. ستكون مؤلمة. لأنه أصبح عشرة وذكريات. صح. لكن عندما تكون قليلة تمر مرور الكرام. ونخلص منها. ما يعني؟ وقلت ختمها ميسك؟ نعم. وقص علي. لا يحدث. ميسك باللقاء. ميسك باللقاء؟ ميسك باللقاء؟ ممكن تعطيني الترند حلو. أنت ليس مع الترندات. أنا. أنت تعرفيني. أنا. 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 أرفض أني أكون. ترندات. يعني. ترى سهلة الترندات. والله العظيم. يعني. لأن شاحر السوشال ميديو. يدورونهم. يدورون الترند. نعم. ترى. قد ترينته عندهم أنه لا يقصد الله. لكن هذا الترند. ثم أصبح أكيد. ويؤكبته انا لم يفهر. صح. ثم ي功夫 بأنياتهم بالفعل من الله. نعم. طويل. لقد أصبح أصبحتهم. هو الأمر الضغط يبدأني. حيث ، وها قلن commencer Spres. لقد سأبت حدث الحال里 من الترندات والترند. معتبره، فهي أقبaucuiré أو ترندات. ذلك السمع geopolit. فقال الشهر فقالوا على خلال ترند معين سووا ويقفوا حتى انتظرت الى خلال ترندات فأبدأ أقل من نفسي لتجعل ترند لأنني لا أجل أن أفعل شيئا الناس ليس معتادين أن يروني شيئا أصبح نفس الشخص مستعدة للأدرنالين ومستعدة للطبع أصبح مستعدة للترند نحن أذكر للترند في أيام الجرائد يحطون إشاع أن فلان مثلا توفى فلان صار كذا الحين صارت الوفاة سهلة كتابتها نعم على الترندات أنا مش مد من هذه الأمور أنا إنسان حر لذلك لو يضيع تلفوني لو ينباق حسابي صدقيني ما رح أسوي حساب ثاني لو يضيع تلفونك ولو ينباق حسابي ثقي تماما لن أعمل حساب آخر لن ولم بس ما عندك هذا الخوف والهوس من أن يضيع موبايل أصبح الناس عندهم لو يطي موبايل من الشاحن ثواني انطفت حياتك أبدا صدقيني لما أسافر في عندي تلفون أخذه وياي تذكرين ما القبل ألوباي بس ألوباي سندن سندن علشان تكسي شيء معين ضروري أما هذا تجوري قطة لأني أبي خالد مستحيل أنا أدخل من شخصية لشخصية في الأعمال وتعب ورهاق الأعمال وما أرجحك خالد مثل أبي أصدقائي أبي قعد أصولف فقدنا السوالف شفتي هذه حين قبنا نسويها بلقاءات من متى أنت من قاعد معي من صولفة من سنة و... لا تحضل من نفس الشخصية قد نحن تركي على نفسنا سنين سنين لماذا؟ يشغل لا يشغل العائلة و trickery وأنا لا تدخل عبارة لن نعرف أننا أيضا نحن نعم معمل من قوسين نحن مدمنون نحن مدمنون نحن مدمنون أنا مدمنون طول أني أعمال لدي أي مشكلة وقعد التقي فيه كل سنة على قولتك بلقاء بس أنا أيضاً أفقد أصدقائي أحب أشوفهم وقعد معهم وسولف لما أفقدهم يعني أحس أني شفت لي مريض السكر ينقص عنده الأنسلين شذي لابد أن أستمتع لما أشوف مرة أنك منزل بوست أو فيديو مثلاً رايح رحلة صيد أقول أشوي لقيت نفسي لقيت نفسي تدري أن عاد حجزتها المرة وهذا وياني مشروع فيه عندي حبين عشقين عشق الصيد والحداق والأمور هذه الحداق شوي وخرت عنه مليت منه أنا كان بداية حياتي صيد أكبر صيد حين صيد هذا حين قولنا وحش هذا يد باحل يا كل حم مرغوبة هين الصيد صيد يحبون الهوايات اليديدة الحين دعشو فيها البنات أصلاً البحارين دعشين فيها من زمان تدرينا أنا لما نروح أشوف ريال مثلاً إنجليزي ولا أمريكي ويامورته لا وقمة الكاشخة لا تشوفينهم إيمان الهات واللي هادي هني لش اسمه عرفت ماذا؟ ايه وصاق القميص ومتعطرين وهذا رايح لصيدون غزال رايح لصيدون غزال شرون الصبح تريقون هل تأكد يصيدونها ولا يخطبونها؟ ها؟ يخطبونها ولا يصيدونها؟ ما فيه والمراة يتعين وتفتخر وتسولف كيف أنا صدت وصارت شديو وقعد ست ساعات الحق وهذا يعني يستمتعون في الرحلة وكل شيء حلو فيها أنا فعلاً أنا ألقى نفسي في أنا مكان بس لما ينعمل أقول استريح يا خالد يا الأهم ليش؟ ليه اليوم تبدي الشغل على خالد؟ أعشق شغلي أحبه وايد لمدة؟ وأنه لا يفعل العمر لأن الله يدعون المشروع بسم الله نعم لديه جانب لا أراها بأي اللي هو؟ بيتي مكاني هدوئي كنت أقول أنني تقدم ال安全 كيف Pink طيب وعندما أترك سبوع من الهاية في المنزل وأن أتركز سابقت رمضان سأذهب إلى المنزل أو أذهب إلى الفرم إنه ينتهي الشغل إنه ينتهي الشغل؟ أرحصي همطالع رحلة أنا ما رح أسألك سؤال في بالك ولي دائمًا استهلكه يسألونه هذي حرية شخصية ولكن في أشياء يديدة ترى أمس والفتقبت لا أشان شيء ما رح أسألك رحي رحي بس أن لحين ذاك الوقت في أشياء يديدة لازم تملي فيها حياتك غيرها لاثنين أعتقد شنو ما أدري بس أعتقد أن خالد عنده أشياء في حياته يستحقها أكثر من شنو وليس ما سواه شنوه الولد؟ لا أنا قولت مرحبا لك عن جديد عشان ما تنحاش رح تهدني لا ما أهدش لأنه غير عن الزواج وغير عن الأولاد هذه حريتك الشخصية وإنت لك مجالك وصدقيني أنا مهد حياتي كلها وكل شي رح يكون بوقتها شكرا بس بس يضل في شيء ممكن أن يكون هذا الشيء وليس مستحيل بس بوقتها أنا في عندي أمور بحياتي لازم أسويها هذا اللي أريد أن أعرف اللي تمهد طريج فكرة الزواج شنو هي؟ هذا اللي أريد وائد أشياء مثل أبليش خلينا أقول أفضح سوال فيدي أبليش حب تعرفك أنا مثلا مثلا أنا عن نفسي أنا أحب أن تنتقل من داودة إلى داولة أوكي اللي وياي بتكون لازم تنتقل من داودة إلى داولة هذا واحد اثنين رح يصير فترة إذا فكرت أني أتقاعد من المهنة أي التدريس مع أن التدريس أنا بسبالي هم تسليه يعني هم شيء أحبه وأعشقه وأتسل فيه لأنه هو المختبر اللي أنا أطور نفسي فيه رح أكون من داولة إلى داولة و هي لازم تكون معي من داولة إلى داولة لأن هي رح تكون الصديق رفيقة الدرب نشرح أكثر مو معناتها لازم يكون دوامها من داولة إلى داولة لازم إيه يا معاك من داولة إلى داولة هي ما أكون دوامها من داولة إلى داولة حلو يعني مات بيها تبيها ربة منزل أبيها معي لا مو أنا هم رب منزل بكون يعني أنا يا دوب إذا أنا عمل بشتغل بس بردان وياها بعدين طباخس وغالب وكشق بس من الضروري من الأساس أنها تكون ربة منزل حاج خالد و أنا حاجه إن شاء الله إذا صار الموضوع سمعت أغنية أبقى قابلني فضل شاكل أبقى قابلني طيب مسرح ليش ما تبينا حقين زين بالأكسة أنا أبيها لك أبيلك الخير أبيك سعيد ومستانس الخير بالزواج عبما لا شنو عيالي الخير في كل شيء من لك السعادة منهم الزواج مني لي باتش شوف ما تقطقة رح يسوي لك إياها ببيتك بقول لك تزوجت ولا لا تتزوجت إليك إن شاء الله كل شيء في وقته تغير إليك شين كل شيء في وقته تدري أن أرحصي لأخر حل لن نصيب هي شوفي هي مسألة مو مرفوضة أبدا ولكن القناعات يجب أن تتغير بفكرة العوالم اللي موجودة عالم المرأة وعالم الرجل يختلطون ويخلقون عالم الطفل اللي أهم خليط منهم ويخلقون عالم الخاص بتفاهم بتفاهم طبعا هناك ناس عندهم طاقة هائلة بالانطلاق والتجربة والمعايشة من الجنسين أنا كلمة صحيح تغيرت؟ نعم تغيرت في المراحل هذه كلها الآن هي ودها تصير ربط بيت المرأة الانجليد خلوني أرتاح الحياة عندهم مختلفة تماما صح من الميين نصيب نشوف شنو مواصفاتها حزتها عادسية مشار تكون جميلة مشار تكون جميلة مواصفات الجمال أنا أبي شيوح أنا أبي صفة مهمة جدا ألا وهي هل تعرفينها صح ياريد أبي إذا قاعدت مع واحدة أسولف معها أربع ساعات خمس ساعات مامل من سوالفها مم ها رأيك بها فيها فلسفة الحتة دي بس اللي يفهمها عادسية بس اللي يفهمها عادسية بس اللي يفهمها عادسية بس اللي لا تسولف أكثر ما أنت تسمع لا هي مو قصد قرقية اي اي موشي راح نام ماذا عرفتيها راح زلجبي عاد هنوين صالف لا هي موشي الفكرة اي انا أبي واحدة أقدر أسمعها لما تتحجى ما تخربط بالحشي يعني تعرف التحجى هذه المرأة أنا أسميها المرأة الحديدية أنا ممكن أعطيش حدوتها من الخيال وعلى فكرة ترى قابل كانت شذي قابل كانت شذي بس قصص أساطير يا سلام يعني مو شرط من الخيال أي أدري أي أنها لازم تكون فيها شيء لعلاقة بالخيال وأساطير الغرباء كانت من الخيال مثلا الغرباء مثلا أنا ممكن أسوي قصة جريمة قتل من خيالي بس جريمة قتل وتصير بس تلحمه راضي تقبلها يقول لك قاتل دكي عارف كيف يلف على المش عارف مين ومع محامي أيضا دكي وصار بكلاش بينهم تاجر مخدرات عرف كيف ينحاش من الحكوم يعني كثير من الأمور من الخيال لا تمت للواقع بصلة بس إذا بغى ينتقدها شي يقول هذا مو عالمي مو مجتمعي يصلطها على نفسه ما أنا أنت كعتبه خيال ما لاتي شغل مو مش رسالة الفن انترتينت امتاع وستمتاع طبعا أنا أقعد أروح المسرح أو أروح السينما أو أقعد في البيت أبطل القناة أقعد أطالع أقول أنا باستمتق لو ما كان ممتع ما لاشي تابع أنا ما قعد أقدم عفوا أعمال ديكومنتري عشان أنا أنسخلك ما حدث بالسابق هي ما هي ديكو دراما يعني ولا هي مثلا أنا قعد أقدم أعمال تستنسخ واقعك وتعالج قضية ما يمكن الرقابة ترفض أو تقبل من هذا المبدأ لأن أنا أقبل هذا العرض أو أرفضه لأن هذا العمل يمثل المجتمع أو ما يمثل غلط لأنه يحدث تأويل بعد المصيبة الثانية فيه تأويل يعني ممكن الرقيب يؤول يمكن قصد شري يعني أنتوا عفوا قصدكم فلان اللي كان يشتغل عنده فلان مرة تين قال لنا؟ ما نعرف فلان عشان نعرف أنه من يشتغل عنده شنو فلان اللي يشتغل عنده فلان وفلان هذا هو مذكور في القصة نعم نعرفه نعم نعرفه نعرفه نعم نعرفه هل هو عرفه نعرفه نعم نعرفه فتخيلة يعني هو مذكور في القصة يعني فيه شخص مثلا يشتغل عند واحد والواحد هذا ماذا ما ده شرون وباقي منه انتوا قصدكم امل اللي كان يشتغل عنده فلان يعني عرفنا أن النقد مالها وايد بناء فمن شذي على أساسه يلقن المشاهد أن هذا العمل يمثل المجتمعك لا يمثل لا ما كل شيء أنت الآن شفتي كثير من الأعمال العالمية عربية وغير عربية حلو وسافرتي إلى هذه الولدان ما شفتي لي بالفيلم صار جدامج مو شرط مو شرط في قلة تعطيك من المجتمع بس مو شرطة تكون موجودة صح وين الأبداع هذا الأبداع يجب أن أستنسخ الواقع مثل ما أعطي شيئا وإذا الأبداع أني أنا أخليش تستمتعين بقصة من خيالي هذه نفس سالفة شنو بين قوسين هم نرجع ونقول هم مفهوم خطأ أما أني حق الفنان ونقول نقول كلمة وايد هذي يعني يقولونها الحين قول لك تقمص شخصية صح صح أنا أحبون ما ترى تقعدون نتكلمون بالفن خاب الدواني الرابع تقمص شخصية ما تقمص شخصية شنو تقول لها شنو يتقمص شخصية يعني عاش فيها وين الأبداع إذا تقمصها على قولتيج أو على قولتيج يعني صار أهو مريض فيها فصار مريض يعني صار أهو الشخصية إي فهو يتم مريض لغاية ما يطلع من الشخصية بعد ما يخلص الأورثان ويقول لك والله راح الطبيب بعدين فلازم نصفق لنا لأنه راح طبيب نفسي عشان يطلع من مسكين بس أبدع وين الأبداع؟ الأبداع أني أنا كممثل كخالد أدش بشخصية بأدواتها وأقنعك بأنني أنا هذاك الشخص وأنا أساساً مو هذاك الشخص أهني أنا أصفق لك أقول أنت فعلاً أبدعت لأن أنت مو النصاب والحرامي والمجرم اللي أنت سويته أنت مو الشخص المعقد اللي فيه مثلاً شزوفرينيا بس أنت أقنعتني أن أنت فيك شزوفرينيا شون أمثلتها الدور هذا؟ والله أنا تقمصت وصرت مريض بشوزوفرينيا أنت مريض بشوزوفرينيا أصبحت فهذه المصطلحات في بعض الناس يقولونها وهم مو فاهمينها لأن تلقنا عليها عيوب أنا من الشغلات التي أعلمني معها دكتوري أنه من عيوب الممثل أن الشخصية تطغي عليه ويصير وهو مريض فيها هذا من عيوب الممثل هذا الممثل في عيب يعني إذا دخلت من شخصية معنات أنه في عيب مثل شخصية باتمام بعدها انتحر مدريمات مجرعة زايدة أو أيضا يعني لطب لماذا؟ يعني ما ستانس حتى بالأوسكار مالتا أصفق لك على افتتاح أول مشهد نفس صالفة تسمى نفس صالفة نفس صالفة على افتتاح الحلقة بمشهد إعدامك فاهمني صح اي شنو قصدك أن أنا أدخل بإعدامي ويوقف إعدامي وأبدأ حياتي روحي حق محمد المر المينون اللي قاتبت يسوي لأنا شنو قصدي أنا أنا أقصد شيء أهو بس ولادة ولادة سلوغان يديد حق مشاري شكرا مخاوي الموت الإنسان لما يتعرض لي أي يعني يتعرض لي أكثر من حالة توصله للموت وينجو منه يا أن إنسان هذا يصير فيه داخلي ويبدأ يتسنع يا أن إنسان هذا يزيد بالتمرد ما هو زاد بالتمرد شكرا بشخصيات حقيقية يعني أعطيش مثال مثلا بابلس كوبار كذا حرب نارية دشهة بين وبين عصابة ثانية وبين وبين حكومة ونجى منها بعدين رجع أشرص من قبل إلى صار وحيد وانقتل طيب يعني هذه الشخصيات اللي أنت تقرأ لها أو تعرف الهيستوري لهم هذي اللي خلقت فيك هذا الفنان اللي فكر بحس عالي يعني أخو لازم أنت تقرأ أنت لازم لا تتوقف عن القراءة شوف لما أقول أنا خالد خالد متى لما تقرأ لما أقعد بالبيت أجاب للمكتبتي أقرأ الكتب اللي أنا مقاريها يعني فترة الكورونا قلت لي ضيعنا ويد ناس أنا لقيت نفسي بأنني قريت كتب أنا ما كنت قاريها وأنني كملت كتب أنا كنت قاري ربعها ونصح فهذا سكرت الملف شوف يعني هذا نجعل لسؤالي الأول في شيء مكمل للحياة غير الصيد غير العمل طبعا طبعا في قراءة هي القراءة القراءة تغذي روحي تغذي روحي أيضا تغذي عقلي هذا العقل مستمر بالتفكير أنا وايد أتفكر وايد بالطبيعة وأنا أصيد أتفكر مرات والله العظيم أكون يا أصيد وعلى قراءتهم لطيور جدامي والدنيا كل حولي أهد المندقية أو أهد الشورز أنا قاعد بس أتأمل أقول سبحان الله شنو الجمال لجدامي اللي ماني قادر أوصفها ما قاله وصف أحب التأمل أحب التأمل أحب التأمل والطبيعة أنا وايد أحب الطبيعة بشكل مطل يعني أحبها بشكل يعني أم من أمها لماذا قلت لك أنا أسافر من دير أو لا دير أنا من أمنياتي يكون لدي أكثر من كوخ بأكثر من دولة كوخ كوخ خشب الله كوتج فاير بلايس خالة قلت لي السر السر ناس يعرفونه بس أعتقد العام من الناس أحب التأكشف الأسر لما رح تسكن عند محسن القفاص ترى أنا أنا ساكن في بيت محسن القفاص أجر روق سمع السالسة حين الكل دل ناس المحسن لا ما يدلون بيتي حتى يدلون بيت محسن قلت لها ما رح تسكن عندك لها بشرط قال لي قلت لها قلت لها فتح 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 لسر قال لي ما تسوي قلت لها سوماد خانة فاير بلس شهر سبعة ما لديت عطمت مطخل مو بصيف حق لشته ممنوع دفاية عندما لدي ما لدي دفاية شهرين أنا ريال شاب الخشب وقاعد ومشغل بلوز وبالبيت الله يعينك وييني محسن وييني محسن سوي لي واحد قهوة ويسوي بقرعتها سوي لي واحد قهوة أنا شوف المطبخ عشل المطبخ عشل عنده هذا الحجي متى هذا الحجي بكورونا على فكرة ناس شون اختلاط عمنا قاعدين باستخدام واحد باستخدام أحانا ما حسيت في وضع الكورونا إطلاقا لأن الله يسلم ما قاعدين يعني قصتي الحجر ما أثر فين احنا قاعدين كلنا باستخدام والبيت إننا عائلة وحدة ولله الحمد نطبخ مع بعض ناكل مع بعض وفوق الله يسلمت عندنا يعني مخرطة مسابيح ويقعدون يعملون على المسابيح ما لأننا نزلنا سولفنا بالمقناص لأن أخوه الله يطول بعمره علي عنده شركة قناص أخوه ونضع أخوه أخوه ونضع أخوه فأخوه أخوه أخوه كل هواياتي في مكان واحد يعني كورونا أساسا ليس يمكن ذلك أخوه كورونا قلت أخوه أخوه انتهى العمل الآن الخطة للسفر يا يا وين أنا مكان أكيد في أفريقيا أنا كنت رايح جنوب أفريقيا وناوي على أخوه بس وللأسف أخوه 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 فالآن ستذهب لأخوه لا أنا أخوه أخوه وخمسة أخوه أخوه سأجعل من الحيين يا رب سأجعل أخوه أخوه أنا العادة أفتر العشرة أخوه أفتر فيهم خليج أخوه أخوه طبعا لا أصور لا هذا أحيش مع أصدقائي التي قلت عنهم سجين سجين أقعد في السعودية أخرج يوم يوميين أخرج من السعودية وذهب إلى البحرين وذهب إلى البحرين وذهب إلى إعمان وإمارات أعيش العشرة الأواخر بجمالها كلها أني قلت لنا عمر أشري أخذها لا أصور لا أحب أصور لا أحب أسوي أعيش جوي الروحاني كلها كامل وأتوكل على الله لا أريهم أريهم العملا شوف الإحرام الكعبة لا لا أصوي السؤال فعلا بس بعد رمضان بعد رمضان العيد عيد بعمان عند الرابع عاد ما شاء الله عمان كبيرة فأنا أروح وصوب سيارة وصوب هذه القرى هذه المناطق البعيدة المسقط أقعد فيها شوي خلاص تذكرتي رديت أجهز نفسي حق الشغل خلاص فتحت كافي ترى شوفي أنا طول عمري صافر فصرت لما أدور سفرات سفرات تكون حق أماكن أنا أحب أشراق لها وبعدين عاد سفرات اللي لها علاقة بالصيد أكثر الشيء اللي أستنز فيها يعني توديني ديرا خلاص أذهب باريس أقعد أفتار بالسوق يا الله تقتليني ما أحب شذيء تتدريفيني أنا ضد شيء اسم سوق أزيل لا أحب السوق أحب أتسوق بس خلاص آخر السفرة بالضبط يعني أنا أروح بيترولي عفوا هذه الجنطة الصغيرة أصحابها حلو أرجع بخمسة جناط أوكي بس آخر يوم آخر يوم مو طول السفرة سوق طبعا مو طول السفرة سوق في ناس طول السفرة سوق وقعدة بقهاوي شتاش غيرتو ومطاعم شتاش غيرتو وين مشيه وين رحتو يا محل أندرغراود ويندن وروح للطبيعة طبعا ويا محل من الضيعين ايه أنا أستمتع لما ضيعت ضيعت قلعتي أفتر لين أدل لين أعرف ووي شي وأسوق سيارة يعني أروح من مكان لمكان أو أندرغراون أو الله يسلم طبعا باريس مثلا أروح حق ربي وأصدقائي أنا العائلة التي سكنت عندها وأصدقائي لازلت على تواصل معاهم سولف فرنسي بس للأسف كنت سولف تشيكي وفرنسي وسباني ورحب ما في ممارسة ممارسة بغتيك على قولتهم فراحة اللهجة يعني مو نفس قبل يبيلي ألجأ أقعد علشان أتكلم بطلاقة أناقش قرايا وسولف براحتي باللهجات باللهجات لم يكفيك بالكويت لميش أكثر الغضايا تذكرين أقول شي أنا سفراتي بالعالم خلتني وايد أحب وأحترم شغلات بالحياة أوه السفر فيت تعرف على الناس وكسب خبرات وتحمد ربك على النعم التي فيها وفي نفس الوقت تتمنى لو هذه الخبرات منقولة عندك وتبادلها الله أنا هذا متأتي في أنا قبل قبل مرة شوف حمبة تكلم من هالم مكان هذا أن فكرة برنامج تثقيف البشر بفكرة السفر التي لديها فلوس ولي رايح 500 دولار هل قلت 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 trud Trainer 일 قلت قلت بالنفس خط قلت يشت حول جمعة وتعالي القلت بالنفس لم صغير كان لكي أن نهار وحيث تكون جميلةً أو طائمةً ومعنا أشعر بشكل جيد. نعم، الله من المستعاني. نحن لم نساء السؤال أخرى. لأن الحياة تصدق لها مفتنة، ويجب أن يشبه ويجب أن تسكن في الناس. لا أتعلم، لن تسكن في الأخير. لا، لا أتعلم، ربك لا تتسكن في الكرسي. هل سألتك؟ لا أخير بحقًا. فأقول لك، أنا لدي شيء أحسن، حياة جميلة، فأبدأ أنا أستغل أن أذهب. على فكرة، هناك الكويتين، شباب، وأيضاً الكويتيات، أتكلم عن الجنسين، يسوون ما أنا وياشقاً أن أقوله، لكن ليس كل من يعرف كيف يسلق هذه المسالة. صح. المطاعم، الأماكن، سوف تذهب فيها، متجعات، دول تذهب فيها، شيء جميل جداً، متجعات، كل دول العالم فيها ثقافات مهمة. كيف تفعل هذا الشيء؟ أنت؟ لماذا أنا؟ أنا أعمل، عندما توقف، أنا أعمل، وعندما أوقف، أنت تتمثل. ماذا نفعل؟ دعنا نبدأ مع بعض، دعنا نرى ما يحدث. لا، هناك شيء. أنت تصور في دولة، وأنا سأقوم بالدولة، منها نصور، منها أنت تتمثل، تخلص، ولكن تظهر لي من شخصياتك. لا تخلص من موضوع التمثيل، التمثيل هذا الشيء لا علاقة بالبرنامج نفسه. وأنت تفضل؟ أنا أفضل، أتحاطي. دان؟ نعم، جدام الناس. دان ديل. هل يجب أن نضع جدام الأمر راقع، ونفعل شويدي. كل مرة تتحكب الكواليس. نتناقش فيه عن قضايا، التي تخص الرجل والمرأة، وتخص الناس، وقضايا الحياتية، من خلال تجارب الناس العاديين لنا. فأنا أفضل، لأنني أفضل، كيف حالك؟ لا، نحن نتحدث مع الناس. من أجمل التجارب الألمانية مثلا، أنا كنت في القرية، وقرية فيها مرأة، ومرأة كبيرة، وفاتحة بيتها، ومشيئتها نفس الهتيل. فأنتي تسكنين بغرفة، في بيت طبيعي جدا، عبارة بيت خشب، وتأكلين البيض من المزرعة، في أمريكا، ونفس الشيء بأمريكا، ونفس الشيء بأمريكا، ونفس الشيء بأمريكا، بس هذول الناس، عندما يقعدون معاتش على ريوك، أنا هذا ما أقول لك، ويسولفون معاتش بكل شيء، سولف ألماني؟ بالإنجليزي، بس تخيلي، أغلب الأمور اللي سألون فيها، شنو، الله، تعالوا، ما هي أحراسكم؟ ما هي تتزوجون؟ ما هي تتزوجون؟ ما هي تتزوجون؟ ما هي تبادل التقافات؟ صح، فكرة أننا بأعمالنا، لا نقول ذلك، صح، سألت، فهمتك؟ حتى بأعمالنا التلفزيونية، هذه، لازم كتاب يأخذ، ويأخذون عليها فوكس، هم فعلا يجهلون حياتنا، كما أتفعون، هناك مجتمع، اطفعون، إنه يوجد فرقاتنا، إنه يوجد الكثير من المرادة، ويشهرون بالملكم، وشهرون المرادة، هذا لا يوافعون هستيقا، إنه يشهرون بالرغة، مرتفعون، إنه يوسط، إنه يحب، إصنبعون، وإنه حسنا، فهمتك، كما أخبرتك، لأني اصحنا، كنت تتعلم بشكل جيد. أنا أستنسة أن سألتنا عن شغلات التي يكون فيها اجتماعي وشخصي. وقد أردت من ثمة المعتادة في كل البرامج. وإن شاء الله يتحقق الحلم قريباً ونقدم البرنامج. ما تطقيني؟ لأنني أكتبت بشكل جديد. لأنني أكتبت بشكل جديد. ما هو؟ ما نرى؟ أنا أكتبت. دعنا إضافة. وصلنا. وصلنا. لن نريد الرعاية. نريد الرعاية. طيارات تتكفل طيارات. من الممكن أن تناقش بعيدة عن نظر الناس لأنني أخف من الحسد. ترى كلها ثلاثة عيون. لا أعلم شيء. هذه الكاميرا وهذه الكاميرا. لا أعلم كلها ثلاثة عيون بنا. ويجب أن تقولون لي أحد ما بيني وينك؟ ما بيني وينك؟ لقد أعلم أنني أحب بإستضافة لا أحد أشخاصنا عن أعمالنا لا أحد أشخاصنا عن شيء دعينا ما بيني هل هناك أشخاص في المناطق؟ مدامك أنت موجودة إن شاء الله شكرا شكرا إن شاء الله في المناطق موجودك دوما وأبدا أنا أستمتع أن أكون مضيف معك لا أعمل أن ترى أي أشخاص لأنني أكتبت نفسك في هذا الموضوع شكرا شكرا أوبرا مالتنا مالت الخليج شكرا 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 ومشاغبة أيضا شكرا وعادة تستفززين الواحد تخلينا يبتشي أو تخلينا يسوي شيء لأنني اشتوتي فيني مرة جربتك بكل شيء بشيء تكضحك تكو بس ترى أحب أطلع الشخص الذي داخل خالد آي بس مصقتيها عاد لا بس خلاص دان خلاص آخر مرة شنو ناقص بس عين بشيتيني وضحكتيني نسفرك ترى على فكرة قلتها بطريقة مو حلوة لا نسفرك ايه ممتاع نسفرك شنة هذي اللا نسافر معا نسافر معا نسافرك كلمة مو زينة لا لا نسافرك ترى كلمة مو زينة نلتقي في البرنامج اليه إن شاء الله مين هذا البرنامج اليه إذا اللي كتب لنا هذا غصد بش برنامج هذا ما نرتقي فيه هذا نقدمه شغل يعني إن شاء الله بس خلاص أوكي حين صرفنا ويدا على البرنامج يلا نقوم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة